لأن الوقت يدهمنا معك شيخنا الفاضل كيف قرأت دعوة الدكتور عبد الرزاق مقري تأجيل الانتخابات الرئاسية من أجل إيجاد حل توافق هو ما دعا لها دكتور مقري وحسب ما قلت لي أنه خلال لقاءاتك ومشاورات كنت لتقيت مع دكتور مقري تفضل والآن ظهرت دعوات تدعو إلى التأجيل بدل التمديد وبدل عهد الخامسة يعني جاء مصطلح جديد ما فيش عهده خامسة يعني خمس سنوات وما فيش تمديد ما عنده صقف ما فيش تجديد ما عنده صقف لكن فيه تمديد بصقف زمني حدده بسنة سنة واحدة بدل ما تكون الانتخابات الرئاسية سنة 2019 خلينا ننقلها إلى سنة 2020 وفي الزمن هذا نقدر نديره حوار واسع اقتصادي واجتماعي ولكن سياسي أيضا تتوافق فيه الأسرة السياسية مع المجتمع المدني مع الموالات مع المعارضة من أجل انتقال ديمقراطي سليس متوافق عليه وباعتقاد فكرة جيدة هذه يعني هناك الآن ثلاث مصطلحات العهد الخامسة الاستمرارية استمرارية أيضا والتمديد التمديد والتأجيل أيضا يعني عنا أربع مصطلحات شوف لي أن التأجيل التأجيل والتمديد في واحد لما ننأجل فقد مددنا لما ننقلت الانتخابات من أبريل 2019 إلى أبريل 2020 هذا يسمى التمديد لسنة واحدة يظل السيد الرئي الجمهورية في قيادة البلاد لمدة سنة ولكن ليس سنة فارغة ليس سنة ينتظر الناس الفراغ أو ينتظر المهدي المنتظر مع الاحترام والتقدير فيه رزنامة عمل قال تلتقي الأحزاب السلطة والمعارضة يلتقي الخبراء الاقتصاديون والإجتماعيون يتوافقون على برنامج يتوافقون على منهج يتوافقون على رزنامة انتخابات وربما في السلة هذه يكون كائن حل وارد حل البرلمان لأنه بش نمده لازم لنا تبرير تمدد من غير تبرير يعني البرلمان يستمر من الشعب الوطني يستمر والرئاسة تستمر نحتاج إلى أننا نجد تخريجة تخريجة أولا دستورية وثانيا الرأي العام الوطني يفهم علاش يفهم علاش قال نحن لسنا جاهزين في هذا العام في ظل التوترات لتحصل في المنطقة وفي ظل التوترات حتى العالمية وما يحصل في أوروبا وما يحصل في أمريكا وتدهر أسعار نفط وغير ذلك ومطالب كثيرة نحتاج أن نتوافق على أن تتمد أو أن نمدد رئاسة السيد الرئيس الجمهوري الحالي لمدة سنة كاملة إلى أبريل 2019 وفيها نتناقش حول أمور كثيرة جيد وأنت يعني راكميل أكثر حسب ما تتحدث عنه الآن عن التمديد أنا مدام كثير ناس يقول لك العهداء الخامسة لا نرغب فيها كثير ناس يقول لك هذا الاستمرارية ما يشفهمينها مصطلح الاستمرارية ما يشفهمينه يعني أغلب رؤساء الأحزاب يتحطوا عن الاستمرارية طيب الحياة